موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة للتدائي درسنا اليوم يونت 3 لسن 2 اليونت الثالث الدست الثاني عنوان الدرس كلاس فورز ستول كشك الصف الرابع موجود بصفحة 40 من كتاب الطالب صفحة 38 من كتاب النشاط قبل ما بدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب والاسمالستاد طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة لابتدائي بصفحة 40 من كتاب الطالب مكتوبة على الصفحة كلاس فورز ستول كشك الصف الرابع ذكرنا بالدرس السابق إن استول معناها كشك فكلاس فورز ستول هو معناها كشك الخاص بالصف الرابع الابتدائي إذا تذكرون الصورة اللي أخذناها بالدرس السابق إنه بصورة المدرسة كان أكو كشك أسفل يمين الصورة بهذا الدرس ملأوا هذا الكشك كاتبين عليك كلاس فور ديليشوس درينكس المشروبات اللذيذة الخاصة بالصف الرابع ليوم المدرسة المفتوح هو اليوم المفتوح الحفل اللي أخذناه بالدرس السابق من طيني هذه الصورة وبيها يوسف وناديا يوسف وناديا يحتاجون مساعدتك ما المشروبات التي تريدها في الكشك الخاص بيهم؟ فهم دي يسئلون التلميذ قدامهم مجموعة من المشروبات أو مجموعة من الأكواب هذا الأكواب فارغة يطلب من التلميذ أن يساعد يوسف وناديا أن يختار لهم المشروبات اللي يوضعوها بالكشك الخاص بيهم يمكن أن يحضوا بخمس مشروبات فقط أساعدهم على اختيار هذه المشروبات شون أساعدهم؟ موجود بأسفل هذه الصورة مكتوب تيك ضع صح على المشروبات التي تريدها اللي اختارتها اليوسف وناديا أن يوضعوها بالكشك الخاص بيهم إذن نختار خمس مشروبات نوضع عليها العلامة صح وبعدها يقول لك لون هذه الصور حسب المشروبات اللي اختارتها مثلا التلميذ يختار كوفي مثلا ملك ليموناد ووتا وتي اختارنا خمس مشروبات رفنا ألوانها أروح للصورة اللي قبلها ألون ذن الكوابة حسب المشروبات اللي اختارتها لهم على مودي وضعوها بالكشك الخاص بيهم إذن هذا مجرد نشاط صفي يريد يهيئني لموضوع المشروبات طبعا بعد ما اختارت المشروبات ولونت الصورة اللي قبل هذه الصورة شن المطلوب حفظه من هذا النشاط طبعا ذن كلمات المشروبات كوفي كوفي معناها قهوة ليموناد ليموناد معناها عصير ليمون ووتا ماء تي الشاي أورنج جوس عصير البرتقال كولا هي نفسيةها الكولا مانجو جوس عصير المانجا ملك الحليب هذين الكلمات كلمات المشروبات للحفظ املاء زاعد معاني بالدرس السابق حفظنا املاء الاشهر وكذلك حفظنا الاشهر بالتسلسل وعرفنا شون تيجينا بالامتحان من الممكن يجيب لي ثلاثة أو أربع اشهر بالتسلسل واحد من عنده الناقص ويطلب من عندني اكملها فأنا لازم حفظ املاء الاشهر أنا متقدر اجاوب السؤال الاملاء المتعلق بالاشهر أما بهذا الدرس فيجب حفظ املاء ومعاني هذه المشروبات كوفي معناها قهوة ليموناد معناها عصير ليمون ووتا معناها ماء تي شاي أورنج جوس عصير برتقال كولا نفسيةها الكولا مانجو جوس عصير المانجا وملك هو الحليب بعد ما حفظ الذن المشروبات كاملاء ومعاني عرفنا انه كاملاء من الممكن يجيب ليها على شكل حروف ناقصة أو حروف مباثرة او يجيب لي صورة المشروب ويقول لي شنه هذا اكتب لي الاسم الخاص بهذا المشروب الى آخره اذا ما اعبر هذه الصفحة لحد ما احفظ املاء ومعاني هذه المشروبات ننتقل الى النشاط الآخر listen and read استمع واقرأ بعد ما عرفنا انه يوسف وناديا عملوا الكشك الكشك ما صف الرابع ولوننا الكشك لاحظوا ان المشروبات صارت ملونة وبدأ حفل الopen day اللي هو حفل اليوم المفتوح الخاص بالمدرسة هنا دارت محادثة اكيد رح يجي تلميذ وولي امر يحاولون يشترون واحد من ذن المشروبات باعتبارهم مفتحين كشك على مدبيعون المشروبات فرح تدور بياناتهم محادثة هذه المحادثة شو يطلب من عندي اني listen استمع لها استمع للمحادثة نادية وولية الامر والتلميذ وكذلك يوسف وهذا التلميذ بعدها read احاول اقرأ هذه المحادثة رح نستمع للمقطع الصوتي نحاول نقرأ ذن المحادثات بعدها نعرف شين المطلوب حفظه من هذا النشاط طبعا ذن لسلة ولا جوبة مهمات بعد قليل رح نعرف شون تجينا بالامتحان خلن استمع للمقطع الصوتي أول شي ترجمة نانسي اريد محادثة اريد محادثة اريد محادثة اريد محادثة اذا بعد استمع للمقطع الصوتي وتبعنا ويا حاولنا نقرأ هذه المحادثات نجي نوضح هذه المحادثات هنا اذا يريد او المحل او الكشك يسأل الزبون عن الشي اللي يريده يقول له what do you want what do you want معناها ماذا تريد فهنان الزبون اذا يريد يجاوب على هذا السؤال نحاول نحفظ هذا السؤال what do you want معناها ماذا تريد فالزبون اللي يريد يشتري مثلا يقول له a cup of tea a cup of tea معناها كوب من الشاي and some milk وبعض الحليب please رجاعا السؤال الثاني can I help you هل يمكنني أن أساعدك اذا صاحب الكشك او صاحب المحل اما يسأل يقول what do you want ماذا تريد يسأل الزبون يقول له ماذا تريد او يقول له can I help you هل يمكنني أن أساعدك والزبون يطلب الطلب مالته حسب المشروبات او الاشياء اللي خدناها بالدقائق السابقة التلميذ هنانا تقول can I have milk هل يمكنني أن أحظى بحليب هنانا تطلب اذا هاي طريقة الطلب التلميذة تطلب منهمها تقولها can I have milk هل يمكنني أن أحظى بحليب إذا نجد نحفظ اذا نجد أن نحفظ أنه صاحب الكشك أو صاحب المحل شو يسأل أما يقول له what do you want ماذا تريد او can I help you هل يمكنني أن أساعدك اذا نريد نطلب شو نقول نقول can I have milk هل يمكنني أن أحظى بحليب او مثلا اقول can I have tea هل يمكنني أن أحظى بشاي او can I have ليمونات هل يمكنني أن أحظى بعصير ليمون إلى آخره اذا اذا ارد طلب اقول can I have اذا ارد اسأل الزبون أقول can I help you أو what do you want ماذا تريد can I help you معناها هل يمكنني أن أساعدك هنا نلاحظ أن التلميذ الثاني كذلك يطلب يقول can I have an orange juice هل يمكنني أن أحظى بعصير برتقال please رجاء كذلك نانا التلاميذ ذني يقول أنا I want cola أنا أريد كولا I want ليمونات أنا أريد عصير ليمون زي نستهب شو نتفيدني هاي الأسئلة هذين الأسئلة الشفوية أضيفها إلى الأسئلة الشفوية اللي أخذناها بالدرس السابق إذا تذكروهن وأحاول أحفظ معناها إذا تذكرون الدرس السابق أخذنا what month is it أي الأشهر إذا أرد اسأل عن الشهر أقول what month is it بيا شهر إحنا أو أقول when is your birthday متى عيد ميلادك بشون إذن تفيدني الأسئلة هذن تفيدني الأسئلة مثل ما حفظنا what's your name ما اسمك where are you from من أين أنت where do you live أين تسكن هذن الأسئلة يجب على التلميذ أن يحفظها شفويا لمن الممكن أن يتم سؤاله أحد هذه الأسئلة فهيجب أن التلميذ يعرف what's your name معناها ما اسمك where are you from من أين أنت where do you live أين تسكن بالإضافة إلى ذن الأسئلة الجديدة اللي نحاول نحفظهن بهذه الدروس can I help you معناها هل يمكنني أن أساعدك what do you want معناها ماذا تريد can I have milk إذا أردت طلب أقول can I have مثلا milk هل يمكنني أن أحضابي حليب إلى آخره بعد ما استمعنا وقرأنا ذن المحادثات الأستاذ رح يسوه محادثة بين تلاميذ اثنين التلميذ الأول ياخذ شخصية صاحب الكشك أو صاحب المحل يقول what do you want ماذا تريد can I help you هل يمكنني أن أساعدك أما التلميذ الآخر ياخذ شخصية الزبون أو اللي يريد يشتري فيقول can I have mango juice هل يمكنني أن أحضابي عصير المانغا please رجاء أو يقول can I have milk هل يمكنني أن أحضابي حليب إذن تلميذ ياخذ دور صاحب الكشك والتلميذ الآخر ياخذ دور اللي جاي يشتري من هذا الكشك إذن ذن الأسئلة أحاول أحفظهن وأعرف شون أجاوب عنهن شفويا متحريريا يعني ذن الأسئلة تنسئل بداخل الصف أو بالامتحان الشفوي ما يجن بالامتحان التحريري ننتقل إلى كتاب النشاط look at the menu and read انظر إلى هذه القائمة طبعا هذه القائمة هي قائمة خاصة بأحد المطاعم يقول لك انظر إلى هذه القائمة and read وحاول أن تقرأها فنلاحظ أن هذه القائمة هي قائمة بيها فود أطعمة بيزا أنواع البيزا كيكس أنواع الكيك كوكيز أنواع الكعك سويتس أنواع الحلويات درينكس مشروبات ملك كولا إلى آخره فيطلب من أني أن أقرأ هذه القائمة وبعدها بالتمرين القادم سنعرف شن اللي رح تفيدنا به هذه القائمة فأول شي كاتب the yummy stall yummy stall معناها الكشك اللذيذ yummy معناها لذيذ stall أخذناها بالدرس السابق معناها كشك the yummy stall الكشك اللذيذ فهنا القائمة بداية القائمة food sandwiches sandwiches هي اللفات أو السندويشات شن نعدهم من أنواع السندويشات cheese الجبن chicken دجاج tomato الطماطا jam jam هو المربى ذنني السندويش اللي بيها هذه الأشياء سعرها 300 IQD يعني شنو؟ يعني معناها 300 دينار عراقي IQD هي مختصر مع الإراكي دينار معناها 300 دينار عراقي السندويش ب300 دينار عراقي رح نعرف شن اللي رح تفيدنا بيها هذه الأسعار بعدها البيزة شن بيها هاي البيزة بيها cheese and olives بيها الجبن وزيتون شقد سعرها 1000 IQD ألف دينار عراقي كيكس الكيكات lemon chocolate pear الأطعم اللي بيها ليمون والككاو والبير اللي هو الكماثري شقد السعرها 250 IQD 250 دينار عراقي كوكيز اللي هي الكعك chocolate orange apple ديت الطعم اللي بيها طعم الكاو والبرتقال والتفاح والتمر شقد السعرها 150 IQD 150 دينار عراقي sweets حلويات 250 IQD 250 دينار عراقي watermelon معناها رقي 100 IQD 100 دينار عراقي drinks المشروبات juice عصير العصائر orange mango apple عصير البرتقال عصير المانجو عصير التفاح 600 IQD 600 دينار عراقي milk الحليب 400 IQD 400 دينار عراقي cola 500 IQD 500 دينار عراقي lemon العصير الليمون 500 IQD 500 دينار عراقي tea 250 IQD 250 دينار عراقي coffee 500 IQD 500 دينار عراقي بعد ما نظرنا وقرأنا هذه القائمة ننتقل للنشاط الآخر ش يطلب من عندي يقول لي listen to Kareem and Nadia استمع الى Kareem و Nadia what do they want ما الذي يريدوه write K for Kareem اكتب K هنانا بيع الفراغ اذا كان هذا الشيء طالب كريم N for Nadia او اكتب N اذا كان هذا الشيء طالب تنادية اذا نستمع على المقطع الصوتي نعرف شن اللي طالب كريم و Nadia من هذه المأكولات كل اكله من ذن الاكلات طالبها شخص من شخصيات اما كريم او Nadia اذا كان كريم اخلي K و اذا كانت Nadia اخلي N فمن خلال المقطع الصوتي تنحل هذا التمرين وبعدها نعرف شن المطلوب حفظه من عنده track 52 listen to Kareem and Nadia what do they want can i help you all yes please can i have a pizza with cheese and olives can i have a chicken sandwich and lemon cake i want a chocolate cake please what do you want to drink what do you want to drink can i have an apple juice please can i have a cola please can i have a cola please فكريم يقول لي بيزا مع الجبن والزيتون اما نادية يقول لي سندويش الدجاج وكيكة بطعم الليمون بعد سألهم سؤال ثاني ما الذي تريدون ان تشربوه فنادي يقول لي عصير تفاع وكريم يقول لي بالاضافة لذلك كريم طلب كيك بالكاكاو هذا ما يخص هذا النشاط مجرد يطلب من عندنا استمع المقطع الصوتي ومن خلال المقطع الصوتي اعرف كريم ونادية كل واحد من عندهم شنو طلب من الاكلات والمشروبات غير مهم بالامتحان التحريري او حتى بالامتحان الشفوي ننتقل الى النشاط الاخر write what you want اكتب ما الذي تريده انت لنفترض ان التلميذ الان في مطعم يقول لك من خلال هذا المنيو او القائمة اللي قريناها بالتمرين الاول حاول ان تختار اكلات ومشروبات تريد تاكلها انت واكتب سعرها هنا وبالاخير الطين السعر النهائي فمثلا التلميذ يحاول يختار اكلات تعتمد على رأي التلميذ التلميذ مخير ان يكتب الاكل اللي يريدها مثلا انا اختاريت cheese and olive pizza بيزا بالجبن والزيتون جه قد سعرها اروح اشوف بالقائمة جه قد سعرها هذا cheese pizza with cheese and olives بيزا بالجبن والزيتون جه قد سعرها 1000 IQD الف دينار عراقي فاكتب سعرها how much معناها كم سعر فاكتب 1000 IQD بعد اري شي ثاني نفترض مثلا اختار وياها sweets حلويات جه قد سعر السويتس الحلويات بالقائمة 250 IQD 250 دينار عراقي بعد نختار شغلة ثالثة وليكن مشروب وليكن coffee قهوة جه قد سعرها 500 IQD 500 دينار عراقي بعد ما اختاريت الاكلات write what you want اكتب ما تريده انت ما الذي تريد ان تأكله او تشربه بالنشاط اللي بعده مكتوب لك The menu انظر الى القائمة how much is your food and drink جه قد كلفك الطعام والشراب اللي اختاريتهم فاني جي نحسب 1000 الف 250 500 500 الناسج الاجمالي يطلع 1750 1750 IQD دينار عراقي هذا مجرد نشاط صفي يختار من خلال التلاميذ الاكلات والمشروبات اللي يحبون انه يحصلون عليها بالمطعم يكتبون اسعارهم ويجمعون السعر النهائي للاكلات اللي اختاروها مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي ننتقل للنشاط الآخر listen and say the alphabet استمع وردد هذه الحروف الأبجدية منطين الحروف الأبجدية من A الى Z يطلب من عندنا استمع وردد بعد المقطع الصوتي راح نستمع المقطع الصوتي بعد ما نستمع ونردد راح يقول لي غطيهن واكتب الحروف الناقصة من المفروض ان التلميذ حافظ الحروف الأبجدية لذلك هذا التمرين جدا سهل فلذلك راح نستمع المقطع الصوتي نردد بعده وبعدها نحل التمرين المتعلقة به نستمع المقطع الصوتي او الشي track 53 listen and say the alphabet a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z بعد ما استمعنا المقطع الصوتي ورددنا بعده يطلب من أندي cover the alphabet غطي هذه الحروف الأبجدية خلي نغطيها بهذا اللون الأحمر what comes next ما الحروف التي تأتي بعد هذه الحروف فمنطيني الحروف الأبجدية نفسيتها لكن شنو بيها بعض النقوصات يحاول التلميذ من خلال حفظ الحروف أن يكملها فبعد ما استمعنا وحفظنا الحروف الأبجدية نجن نحاول نملذل الفراغات a b c d ورد دي شي جي لازم التلميذ يعرف أنه ورد دي يجي E A B C D E F G H I J K بعد K L L M M N O P Q R S كذلك T U V W X Y Z بعدها ريد نتكد ان كانت اجاباتنا صحيحة نرفع ايدنا عن الحروف الابجدية ونتأكد اجاباتنا صحيحة نعم صحيحة نرجع نغطي الحروف على التمرين وكذلك الحروف الثانية ونجي نحل هذا الثاني كذلك حذب حروف ثانية ويطلب من اندي ان نكملها A بعدها B C بعدها D E بعدها F G بعدها H I J K L N N O P Q R S T U V W X Y Z بعد ما كمنا لنا الحروف كذلك نتكد من اجاباتنا اجاباتنا صحيحة هذا مجرد نشاط يريد نذكر التلميذ بيع الحروف الابجدية وتسلسلهم هل التلميذ حافظ لنا الحروف لو ما حافظهم باسفلها مكتوب Make Your Alphabets Puzzle اعمل لغز خاص بالحروف خاص بك أنت Give it to your partner واعطيه لزميلك كذلك التلميذ هنا يختار الحروف الابجدية يكتب الحروف الابجدية وبعدها يحذف حرفين ثلاثة حروف أربع حروف على مدى يسوي بازل لغز مثل ما سوى هو بالتمرين السابق يقول لك بعد ما سويت هذا اللغز وحذفت منه بعض الحروف اعطيه لزميلك خليه حله كذلك زميلك يسوي لغز خاص به وينطيك اياه على مدى تحله لذلك مجرد أنشطة يخلي التلميذ غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي هذا كان دارسنا لهذا اليوم أخذنا بي مجموعة من الأمور المهمة من ضمنها المشروبات وعرفنا أن المشروبات يجب أن نحفظها املاء زائد معاني لأنه ممكن يجيب ليها بالامتحان على شكل حروف ناقصة حروف مباثرة أو يجيب لي صورة المشروب ويطلب من عندنا كتبة اكتب اسمه فيجب أن أحفظ املاءها وكذلك معانيها أما من ناحية المعنى وضحنا أنه أكو أسئلة شفوية جدا مهمة متعلقة بكيفية السؤال عن ما يريد الشخص معين إذا كان صاحب المحل مثلا يسأله هل يمكنني أن يساعدك فشون إجاوبة إجاوبة مثلا يقول له هل يمكنني أن أحظى بشاي هل يمكنني أن أحظى بعصب ارتقال إلى آخر أو من الممكن صاحب الكشك أو صاحب المحل يقول له ما الذي تريده مو إلا أقول له هل يمكنني أن أساعدك هاي طريقة ثانية للسؤال فالزبون أو التلميذي يقدر يجاوب من هذا الجواب مثلا يقول له I want apple juice أريد عصير تفاح أو I want milk أريد حليب إلى آخره إذن نحفظ المشروبات إملاء معاني وكذلك نحفظ الأسئلة الشفوية المتعلقة بالكيفية السؤال عن هذه المشروبات ختاما شكرا للمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو وضافة تحبون تقدموها رقدون تتواصلوني على الحسابات الموجودة معكم على الشاشة ترجمة نانسي قنقر